نحمد ونسعيد ونستغفر ونعب لله من شعور أنفسنا وزيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله هذه الخطبة عنوانت لها بعنوان الرقى المحرم والتمال فأرعوني قلبكم وأسمعكم جيدا وهذه الخطبة تأتيكم عباد الله لعباد بعض الخضايا التي تمسوا عقيدة المسلم فينبغي العمل على التسفية والتربية من أجل أن يعبد العباد ربهم على بصيرة وحق وحقيقة وعلى كتاب وسنة بفهم سلف صالح موافق للسنة فالدعاة إلى الباطل ما أكثرهم وما أنشطهم الآن فإني أناشر إحواني من الدعاة أن يجدوا وأن ينشطوا وأن يقوموا لله ليلا ونهارا وأن يجاهلوا في السنة حق الجهاد وأن يبدلوا أنفسهم ومالهم وأوقاتهم خدمة لهذه السنة التي عرضت للطعن والتبعيد بالباطل وصد الناس عنها بكل ما أوتوا من قوة وأسأل الله أن يقسم نظورهم وأن يخذلهم وأن لا يحقق لهم مأربا إذن الله يا بصحيحين أنا بمشير الأنصاري فرجل الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعة والنبي صلى الله عليه وسلم يرج على الكهان والمنجمين والعرافين ومن يحلون للناس التمائم حتى في البحائم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الاعتقاد في البحائم حتى لا يدخل المسلم في الشرك فما بالك بالإنسان المفضل على البحائم لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أن تعليق التمائم من المنكرات وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منقرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه والإنسان يغير المنكر بيده في من تحت ملكه وتربيته وأما ما دون ذلك فللسلطان فيها يده ويغير بلسانه كما أنا سأفعله هنا في هذا الباب بالذات تحت ما غوتي من علم وقوة ورصيرة في الدين أمضينا بلدنا الله أززوجل بلدنا ما كنت من مليكوله من آيات النكيل صلى الله عليه وسلم ويقول أمضينا أن هذا هو yıl دليل تحب إن سبدي تحفي إن مسرح قول عرفه ويطرس إلى حرام ويطرس ويطرس ويطرر 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر